في وقتين يشدد الغرب عقوبته الاقتصادية على روسيا ويراهن من خلاله على تقويذ اقتصادها بضرب أهم دائمه قطاع الطاقة تجد روسيا سريعاً بديلاً للأسواق الأوروبية وتعزز علاقاتها التجارية مع حليفها الاستراتيجي الصين حيث تشير تقارير إلى نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة تفوق الـ 25% مع نهاية العام الجاري التعاون الروسي الصيني يزداد في كافة المجالات والعمل جار على تعزيزه لقد نجحت روسيا والصين في ضمان تحقيق نمو قياسي في التجارة رغم الظروف غير المواتية في الأسواق كما نمى حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 25% تقريباً وفقاً لنتائج عام 2022 وفي سياق التوترات الجيوسياسية المتسارعة تتزايد أهمية شراكة الاستراتيجية الروسية الصينية حيث تعول موسكو على بكين ثاني أكبر اقتصادات العالم وأكبر مستورد للنفط لزيادة صادراتها من الطاقة بالتزامن مع احتلال روسيا المرتبة الثانية كأكبر مصدر للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين احتلت روسيا المرتبة الثانية في إمدادات الغاز إلى الصين والرابعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال ستزيد روسيا من مستويات ضخ الغاز إلى الصين العام المقبل وفقت قيمة المبادلات التجارية بين روسيا والصين حاجز المائة والسبعين مليار دولار خلال عشرة أشهر من السنة الحالية كما ارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بنسبة 64% خلال هذا العام من حيث القيمة و10% من حيث الحجم